حبدأ مع حضراتكم وأنا بشكر ربنا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أنني أنتمي لهذا النادي الكبير العريق الحمد لله على نعمة النادي الأهلي ليه أنا بقولي الكلام ده لأنه ما زالت الانتصارات مستمرة في كل الألعاب الجماعية هتقولي يا عم ده مطش آه أنا مبسوط وسعيد مش مبسوط بانبساط اللي هو يخلينا بقى بتنطط على الكرسي والكلام ده كله لا ولكن مبسوط وسعيد أن أنا عندي جمهور بهذا الجمال أن أنا عندي مجلس إدارة يستطيع أن يفكر في ما هو قادم أو مستقبل الألعاب أو كل ومستقبل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية أنا مبسوط وسعيد أن أنا عندي لعبين في كل الألعاب بيقدروا يعملوا اللي أنا شايفه من المبارح أو اللي أربع خمس أيام اللي فاتوا منافسات على مستوى كرة اليد مثلا تجد أن رجال وسيدات النادي الأهلي على أعلى مستوى على مستوى كرة طايرة نفس الكلام على أعلى مستوى وصلنا المباراة النهائية وبكرة المباراة النهائية مزعل حضراتكم على الهواء مباشرة على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي فاللي بقوله أن الواحد سعيد ومبسوط دائما بهذه المباريات هي ليست إنجازات أنها نكسب مباريات ده بتخلينا كجمهور مبسوطين أو كل حاجة ولكن الإنجاز في أن احنا ناخد كل هذه البطولات أو كل اللي حضراتكم شايفينه ده وفي نفس الوقت إذا كان هناك من يستحق الشكر فأنا بشكر رجالة قناة النادي الأهلي الحقيقة اللي عاملين شغل كبير جدا جدا من أكبر واحد لأصغر واحد زي ما وعدت حضراتكم وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم مبارح في أن احنا بنحاول نبذل أقصى جهد الحقيقة إدارة القناة مع إدارة الشركة مع إدارة النادي الكل بيحاول أن يبذل أقصى جهد لإسعاد جمهوري النادي الأهلي عمرنا ما بيبقى في إدارة حاجة زي ما قلت مبارح عمرنا ما بيبقى في إدارة حاجة وما نقدرش وما نعملهاش لحضراتكم بالعكس كل حاجة نقدر نعملها بنزحل حضراتكم على الهواء مباشرة وبالتالي قدرنا نجيب لحضراتكم مباريات البال خلال الفترة القادمة حتى المباراة النهائية كل مباراة النادي الأهلي هتجدوها على شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي فأنا مرة تانية بشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع شغل على أعلى مستوى إدارة الخارج والإدارة الداخل كل الناس الحقيقة عاملة شغل رائع جدا جدا عشان تظهر هذه المباراة على الهواء مباشرة لحضراتكم وتقدروا تشوفوها سواء النادي الأهلي في الكرة الطائرة مع النصر الليبي وفوزوا النهاردة 3-0 في مباراة رائعة الحقيقة من رجال النادي الأهلي والجانب الآخر أو على الجانب الآخر النادي الأهلي بيفوز على بانجي 85-79 زي ما قلت لحضراتكم الكل بيسعى جاهدا لإسعاد جمهور النادي الأهلي الكل بيسعى جاهدا كابتن محمود الخطيب لما تقعد معاه أو المهندس السيف الوزيري بيقوله لك حاجتين والله الكلام ده أنا بقوله لأنه بيحصل معايا مش مع حد غيري بيقولك حاجة واحدة بس الغرض الرئيسي هو إسعاد جمهور النادي الأهلي بكل الطرق سواء كابتن محمود الخطيب أو المهندس السيف الوزيري على قد ما بيقدروا بيحاولوا أن هم يعملوا أفضل شيء لقناتهم ولجمهورهم عشان كده أنا بقول لحضراتكم بشكركم طبعا على الكلام الجميل اللي حضراتكم بتكتبوه بتقوله لنا ولكن في النهاية صدقوني ده شغلنا كلنا وعلى لسان حضراتكم أنا بشكر كل مرة تانية كل العاملين في قناة النادي الأهلي لأنهم بيبذلوا مجهود كبير جدا للحاجات اللي حضراتكم كانت بنهايلي وبعتنهاي أنا بحاول نقلها ولكن بنقلها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي فمرة تانية جمهور النادي الأهلي يستحق الأفضل والأفضل دائما وسنظل دائما نجاهد ومش إسلام لا قناة النادي الأهلي سنظل الشركة المسؤولة والنادي الأهلي المجموعة دي هتظل تجاهد لحاجة واحدة فقط هي السعاد جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بأقصى حاجة نقدر نعملها وزي ما حضراتكم شايفين اللي في إيدينا بنحطه على الشاشة على طول فاز النادي الأهلي النهاردة سيدات لكرة اليد على الأبيار الجزائري بنتيجة 29-17 في مباراة جمعتهم اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية ضمن ختام دور المجموعات أيضا أقيمت المباراة على ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران وقدم خلالها سيدات النادي الأهلي أداءا قويا منذ البداية ليحقق أو ليحققنا فوزا مستحقا من المقرر أن تواجه سيدات النادي الأهلي ثالث مجموعة الثانية غدا أثل أساء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على نفس الصالة عاملين شغل رائع جدا سيدات النادي الأهلي نتمنى لهم يا رب كل التوفيق أيضا وإحنا لسه مع كرة اليد وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية النادي الأهلي لكرة اليد رجال بيفوز على فريق بلدية ميلة بنتيجة كان بقى حد يسمعني 40-19 40-19 نادي الأهلي حيلتقي لكرة اليد رجال حيلتقي مع فريق أولمبيك النابة الجزائري إن شاء الله غدا ثلاثاء في الجولة الثانية من الدور الثاني لهذه البطولة طب كده احنا خلصنا ولا لسه لا زي ما قلت لحضراتكم طول النهار النهاردة كل جمهور النادي الأهلي بيلتف حوالين شاشة قناة النادي الأهلي عشان يتفرج على مباريات اليد ومبارات السلة في البال البال ده بالمناسبة لللي ما يعرفش البال ده اللي هو دوري أبطال إفريقيا زيه زي الكرة كده دوري أبطال إفريقيا لكن بيتعامل بهذه الطريقة في كرة السلة دي المجموعة النيل وبعد كده إن شاء الله نروح نلعب في رواندا إن شاء الله إن شاء الله بقية هذه البطولة نهاردة